شرع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر لجمع تواقع نيابية لإقرار قانون العفو العام ويعمل تحالف السيادة الذي يتزعمه الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوس منذ فترة على إقرار قانون العفو العام لإخراج آلاف الأبرياء من أبناء المناطق المحررة الذين زجوا في السجون بناء على وشاية كيدية ومخبر سري وتهمة أربع إرهاب التي تم توظيفها سياسيا من قبل قوى متنفذة بفترة الحرب على الإرهاب ويتوافق هذا التوجه مع الشعارات التي تبنها قادة التحالف في المرحلة الانتخابية لتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق المحررة وعودة النازحين لحماية هويتها الجغرافية والمجتمعية والاستماع لمطالب آلاف الأسر التي فقدت أبناءها بظروف المواجهة ضد الإرهاب تحت عنوير مختلفة أغلبها خارج القانون ما يبرره حجم المناشدات التي يحددها عدد المفقودين والمعتقلين الأبرياء في زجون زار بعضها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ترجمة نانسي قنقر